سجن مزرعة تورا استقبل النهاردة رقم قياسي من الزيارات لنموز النظام المخلوعة بمناسبة العيد علاء مبارك استقبل زوجته هايدي راسخ ونجله عمر وشقيقتها هناء وزوجها شريف البنة ومنال عبيد والدة هايدي واستقبل جمال زوجته خديجة الجمال والدها محمود الجمال ومصطفى شهين سكرتير عائلة الجمال كما استقبل وزير البترول الأسبق سامح فهمي ولديه سمير وصحر وزوجته وزوج نجلته واستقبل أمين أباضة وزير الزراع الأسبق زيارة من زوجته نرمين حازم ونجلته شرين وزوج نجلته باسل أسامة وشقيقته واستقبل أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل زيارة من نجلته ملك وشقيقه أشرف بينما تلقى رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف زيارة وحيدة من زوجته السيدة زينب عبداللطيف زكي ولم يزور صفوة الشريف رئيس مجلس الشورى السابق سوى محاميه جميل سعيد وزارة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق أربعة من أفراد أسرته وكذلك وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي الزيارة تمت في الموعيد الرسمية وفي الأماكن المحددة للزيارة وليست في مكاتب الضباط كما كان يحدث من قبل مهدي النجار بيقول أنا شايف رسائل كتيرة بتطلب أنك بتروح بعض القرى في بني السويف وإنا وأنا بالنياب عنهم أقول لهم معتز ما بيروحش غير القاهرة يا ربنا يسمحك إحنا رايحين إن شاء الله سينا في العيد